بمناسبة تعيد سيدة الوردية المقدسة احتفلت الرهبانة الوردية في الأردن بهذه المناسبة بقداس إلهي حاشد ترأسه سيادة المطران جمال خضر النائب البطرياركي للاتين في الأردن بحضور عددا من الأخوات الراهبات الورديات وجمع غفير من الأباء الكهناء وفي عدد القداس دعا سيادته إلى صلاة المسبحة الوردية التي تعد طريقا للخلاص وفيها نور الله لكل من أراد أن يرى الله مريم العذراء هي التي تعلمنا كيف نتأمل بأحداث خلاصنا التي نصليها في المسبحة الوردية لهذا تصبح مريم العذراء مدرسة مدرسة روحية تدخلنا إلى سر المسيح عندما نرى أحداث حياة المسيح كلها من خلال عيون مريم العذراء وهكذا نتعرف أفضل بطريقة أعمق على حياة السيد المسيح في الإنجيل المقدس نتعلم كيف عاش يسوع ونتعلم أن نزجد له وأن نسبحه وأن نشاركه أيضا في حياته مع مريم نصل إلى يسوع من خلال مريم ومن خلال إكرامنا لها تزداد محبتنا للمسيح ويزداد تعمقنا في فهم سر المسيح مريم تعلمنا كيف نتأمل في الكتاب المقدس في هذه الأحداث تذكروا أننا عندما نصلي المسبحة بهذه الأسرار أننا نتأمل في حياة المسيح بعيون مريم العذراء وخلال الاحتفال قدمت كشافة اللاتين التابعة لرأية مرج الحمام مجموعة من المعزوفات الموسيقية والترانيم الروحية في جو إيماني مقدس كما شاركت جوقات الترانيمي في الأداء الموسيقي الخاص بخطبة القدس وفي الختام توجه الجميع إلى ساحة الكنيسة لتقديم التهاني للأخوات الراهبات وبهذه المناسبة تتقدم أسرة فضائية نورسات الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين ممثلة بالمدير الإقليمي للقناة الدكتورة باسم السمعان وفريق العمل بأحر التهاني القلبية من الأخوات في أسرة رهبنة الوردية المقدسة بمناسبة عيد شفيعة الرهبنة دعيتنا الله أن يسدد على طريق المحبة رسالتهن وثمارهن بكرم الرب أكثر وأكثر